نقلب معكم مشاهدين على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات ونبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من التطورات في مخيم عين الحلوي حيث أصيب أكثر من عشرين شخصا خلال تجدد الاشتباكات بمخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوبية لبنان هذا وأعلنت مصادر فلسطينية للحرة عن التوصل إلى اتفاق لوقف أطلاق نار في المخيم وهو الاتفاق الثالث منذ مساء أمس بعد فشل الاتفاقين السابقين في وقف الاشتباكات المسلحة فما الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ولماذا تفشل اتفاقات وقف إطلاق النار التي يتم التوصل إليها وكيف يمكن التوصل إلى حل للوضع في المخيم يؤدي إلى عودة الهدوء إليها عادت الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بعد بضع ساعات من الهدوء سمحت لعشرات العائلات من الخروج منه وذلك بعد ليلة عاصفة عاشها المخيم أسفرت عن سقوط أكثر من عشرين جريحا بحسب مصادر طبية لبنانية الاشتباكات الجمعة تدور بوتيرة متقطعة وهي أسفرت بحسب مصادر أمنية لبنانية عن إصالة عنصر في جهاز الأمن العام برصاصة في رأسه كما أدى سقوط قذيفة من داخل المخيم على مبنى سرايا مدينة صيد الحكومي إلى وقوع إصابات وأضرار في سطح المبنى الاشتباكات التي تدور بين مسلحي حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعة إسلامية متشددة غير مرشحة لتوقف قريبا بعد فشل ثلاثة اتفاقات لوقف إطلاق النار أبرمت خلال الساعات الماضية في السريان في ظل توقف المحادثات بين وسطاء فلسطينيين ولبنانيين من جهة والفصائل المتقاتلة من جهة أخرى بحسب مصادر فلسطينية هذا ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة للقيام بواجباتها وكانت هذه الهيئة كلفت قبل يومين القوة الأمنية التي تضم كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في المخيم بالعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليها وذلك بعد القضاء المهلة التي كانت حددت لتسليم المشتبة فيهم باغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدة أبو أشرف العرموشي ورفاقه نهاية يوليو الماضي وهي الحادثة التي أطلقت شرارة الاشتباكات ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية وتتولى الفصائل نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة ولمناقشة هذا الملف وهذه التطورات الميدانية بطبيعة الحال ينضم إلينا من بيروت كلنا من الكاتب والباحث السياسي نضال السبع القيادي في التيار الإصلاحي في حركة فتح بلبنان إدوارد كاتورة الكاتب والباحث السياسي جورج العقوري أهلا ومرحبا بكم جميعا وأبدأ معك سيد إدوارد كاتورة برأيك ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عودة هذا الاقتتال في هذا المخيم وبعد الحديث مرات ومرات عن أن هناك اتفاقات تم التواصل إليها تعود مرة أخرى لاجتباكات يعني هو حياة أو شيء مساء الخير للضيوف والمستمعين والمشاهدين يعني في مجموعة أسباب وعوامل تؤدي إلى اشتباكات ومشاكل بعين الحلو في العامل المحلي اللي عم بيعبروا عنه المجموعات الإرهابية من بعد ما حجم دور خلال معارك الطيري اللي صارت قبل سنتين فبالتالي عم بيحاول يعود يعيدوا نفوزا بالمخيم وعشان يعيدوا نفوزا فبالطبع لازم نكون فتحية التنظيم المستهدف لأنه هي القوة الأساسية وهي تقريبا مسؤولة عن وضع المخيمة في عامل الفلسطيني الثاني الانقصام الفلسطيني كمان اللي موجود بيعكس حاله على الوضع في المخيم وفي عوامل إقليمية وعوامل طرقتي جديد كمان أنه هذا المخيم الذي يصنف مخيم بؤر أمني وفي إرهاب واليوم بعد ترسيم الحدود البحرية في استثمارات مبالغ كبيرة ستكون بالمعنطقة فبالتالي يجب إيجاد حل لموضوع البؤر الأمنية اللي عين الحلوة من وجهة نظرين يمثل لهذا الموضوع وفي عامل الأهم والأكبر اللي هو قضية المخيم وقضية اللاجئين بشكل عام يلي يفترض أنه أو فيه بعض الأطراف تشتغل وبتحاول أنه تسكر هذا الملف لأنه موضوع اللاجئين هو أحد أصعب العقب بملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فمجموعة عوامل إلى جانب الوضع الداخلي اللبناني والتحولات السياسية اللي عم بتصير باللبنان وخاصة من القوى الرئيسية وخاصة بعد ترسيم الحدود البحرية يعني اللبنان انتقل من مرحلة كانت فيها توتر داهم إلى مرحلة تتطلب الاستقرار بشكل عام ربما هي الكثير من العوامل التي أدت إلى ذلك وكما ذكرت هناك بعضها داخلي وبعضها خارجي دعني أتحول إلى ضيفنا السيد نيضال السبع سيد نيضال أهلا بك هل هناك عوامل أمنية هل أقليمية هل هناك من يحاول أن يشعل الأوضاع في المخيم بداية مساء الخير لألك وللضيوفك وللمشاهدين يعني طبعا لا شك أنه مخيم عين الحلوة يعني لا شك أنه هو مخيم مستهدف نحن شاهدنا خلال الحرب السورية عمليا تم تدمير مخيم يعني اليرموك وتسللت هي نفس العناصر عناصر تكفيرية داعشية لا تتفق مع الآخر وبالتالي يعني تعتمد أسلوب الإرهاب طريقا وأسلوبا للتعبير عن نفسها أيضا نفس هذه المجموعات دخلت إلى نهر البارد ولكن اليوم السؤال الذي يطرح نفسه يعني كيف تتمكن هذه العناصر من الدخول إلى مخيم عين الحلوة على سبيل المثال يعني الزميل إدوار كاتورة تحدث عن معركة طيري في معركة طيري في 2017 على ما أعتقد يعني بلال بدر خرج إلى المخيم وغادر إلى سوريا كيف يتمكن هؤلاء التكفيريون الإرهابيون برغم من التجديد الأمني حول المخيم عين الحلوة أن يخرج من المخيم ويغادر إلى سوريا ويذهب برفقة زوجته إلى سوريا ويقاتل في سوريا ومن ثم يعود ويتمركز في مخيم عين الحلوة أنا أعتقد أنه لا شك أنه في مسؤولية فلسطينية هي تقع على عاطق الأمن الفلسطيني المولج بحماية المخيم وهنا أتحدث عن جناح محمود عباس الذي يبدو أنه فشل بتأمين حماية المخيم برغم من الإمكانيات المالية الكبيرة أيضا هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية التي عمليا لم تخضع هذا المخيم إلى التدقيق خاصة أن هناك بؤر إرهابي أيضا الأمر الملفت الآخر هو تسرب بعض العناصر الغريبة عن المخيم يحكى عن هذه التنظيمات أن منتسبيها من لبنانيين من فلسطينيين من فلسطينيين سوريين تم إدخال عناصر جديدة من عناصر عراقية وعناصر يمنية ومصرية وبعض الأكرار هذا كله يتزامن مع أحاديث في سوريا وخاصة بمنطقة دير الزور عن إعادة نمو تنظيم داعش فأنا أضع العديد من علامات الاستفهام حول عملية التوقيت بالنسبة لفشل المبادرات لوقف إطلاق النار يبدو واضحا أنه في جهات فلسطينية متضررة عمليا نعم سأعود لطرح هذه النقطة عليك سيد نيضال السبع ويبدو أنها تعمل على أفشال كل الاتفاق نعم سنعود لكي نطرح هذه النقطة وبتفصيل أكثر ولكن لا أريد أن أتأخر على سيد جورج العاقوري وما ذكره ضيفنا بأن بعض الجهات لا تخضع للتدقيق بشكل جيد في المخيم من القادر برأيك على ضبط الأمور من النحية الأمنية في المخيم طالما أن القوى الأمنية اللبنانية هي حدودها عند بوابات المخيم وهي لا تريد ووفقا لاتفاقياتها لا تدخل إلى المخيم أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك للسلاح الفلسطيني وهناك طابلات حوار وهناك قرارات دولية كان يجب أن نزع كل سلاح غير شرعي وضبط المخيمات إلا أن محالة دون ذلك التواطئ بين أجندات خارجية وبين بعض الأطراف الداخلية لحماية هذه الفصائل التي تحولت في معظمها إلى فصائل للإيجار كما بندقيات الإيجار والسلاح الموجود في المخيمات لم يعد يجدي نفعا ولا يمكن أن يكون عادات للتصدي لمواجهة إسرائيل هنا تكمن المشكلة الدولة الجيش اللبناني يقوم بواجبه المطلوب منه من السلطة السياسية لأن الطبقة السياسية في لبنان منذ مرحلة الوجود السوري وما بعده دعوبة على ترك هذا الملف وترك المخيمات بؤر أمنية ونحن شهدنا كيف أن معظم المطلوبين يتنقلون بين هذه المخيمات وكيف أن هناك مجموعات مطلوبة وكيف أن بعض الأفريقاء من قوى الممانعة تعقد اجتماعات مع فصائل عليها على أفرادها وعلى مسؤوليها جرائم ارتكبت في لبنان كمقتل قضاة الأربعة وغيرها وكمخيم نهر البارد أيضا يجب أن لا ننسى أن ثمة من وضع يومها خط أحمر على مخيم نهر البارد عنيت به أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كل هذه المشهدية تؤدي إلى أن نشهد جولات وجولاتنا الاقتتال بغض النظر أكان السبب فلسطيني فلسطيني أو كان السبب توجيه رسائل إقليمية أو كان السبب أحداث عرضا وقعت النتيجة واحدة النتيجة أن التراكمات وعدم مقاربة الملف بشكل وطني ومسؤول أوصلنا إلى جاع المخيم يعني كافة المخيمات بؤر أمنية بما فيها ما نشهده اليوم في عين الحلوية نعم سيد العقوري ضيوفي الكرام ابقوا معنا لو سمحتم سوف نعود لمواصل معكم هذا الحوار ولكن لا بأس أن نتحدث أكثر حول الاقتتال في هذا المخيم حيث كاثرت في السنوات الأخيرة حوادث الاقتتال داخل مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين حتى شكلت ذعرا ومصدر قلق لسكانه وخشية على مستقبله وعلى إثر ذلك شكلت قوة أمنية مشتركة لإدارة المخيم وتمت اتفاقات عديدة لكن تم خرقها أكثر من مرة يقع المخيم شرق مدينة صيدة في محور بين مناطق لبنانية سنية وشيعية ومسيحية ويقطنه مع الأحياء المجاورة قرابة سبعين ألف نسمة وفي أعقاب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان تم تسليم الأسلحة الثقيلة من داخل المخيم إلى الجيش اللبناني ترفض الدولة اللبنانية بسط سلطتها الأمنية على المخيم وباقي المخيمات لأنها لا تريد إدخال الجيش اللبناني إلى داخلها مع العلم أنها تحتفظ بوجود قوي في محيطها وهذا يترك المخيم في فوضى أمنية يعاني مخيم عين الحلوى من أزمات اقتصادية وإنسانية واجتماعية فالسلطات اللبنانية تمنع اللاجئين من العمل والتملك كما أن التعليم ضعيف والرعاية الصحية والبنية التحتية سيئة للغاية وترتفع معدلات الفقر والبطالة والأمية إضافة إلى وجود أكثر من خمسة آلاف مطلوب للدولة اللبنانية يعاني سكان المخيم من غياب المرجعية السياسية والعسكرية والأمنية الفلسطينية الواحدة القادرة على فرض الأمن فهناك حالة من الصراع بين الفصائل الفلسطينية على رأسها فتح وفصائل إسلامية متشددة إذن نعود مرة أخرى إلى ضيوفنا وأعود مرة أخرى إليك سيد إدواردا كاتورا ما الذي قامت به حركة فتح لمنع مثل هكذا الاقتتال داخل المخيم ماذا عن الأطراف التي تقوم من أجل الوساطة لحل هذه الخلافات ومن ضمنها مفتح يعني خلينا أكون واضح مثل ما اتفضل الأستاذ أنه في تراكم تاريخي اللي وصل وضع المخيمات لمحل ما هو اليوم وخاصة بعد إلغاء اتفاق القاهرة من طرف الدولة اللبنانية دون سياغة اتفاق جديد يرعى الوجود الفلسطيني في لبنان إن كان على الصعيد الأمن أو حتى على الصعيد الحقوق المدنية إنما نفس الوقت كمان لازم نوضح شغلي إنه إذا الدولة على المصر والقرار السياسي وبالتالي الكوى الأمنية لا تستطيع أو لا تريد أو ممنوعة أو اللي بتكون إياه تدخل على المخيمات الفلسطينية منطقة التعمير والطوارئ هي ليست جزء من المخيم هي مناطق لبنانية 90% من سكان لبنانيين فبالتالي هي لا تخضع للشروط يخضع إلى المخيم منع الجيش أو غير الجيش بالدخول على المنظر إنما ليش تركت هاي الأمور على مر السنوات طبعا فيه انقصام لبناني لبناني فيه ناس معه فيه ناس ضد فيه انقصام فلسطيني فلسطيني فيه ناس معه فيه ناس ضد فبالتالي تتقاطع المصالح وتتضرر بنفس الوقت ولكن المنتقدون يقولون إن حركة فتح هي التي فشلت بالفعل في ضبط الوضع الأمني في المخيم خلينا نعتبر أنه فتح فشلت صحيح مش عيب أن نقول أنه فشلت بس خلينا نحلل ليش فشلت يعني ما فشلت لأنه المجموعات الإرهابية عندها القدرة والكوة على مواجهة حركة فشلت لأنه فيه أطراف فلسطينيين خلينا أبلش من الداخل الفلسطيني هي عاملة اغطاء سياسي لهاي الناس فبالتالي بالاجتماعات الرسمية تعلن رفضة لمسلكيتهاي الناس وتحت الطاولة هي بتدعم هاي الناس ونفس الشي في أطراف لبنانية اليوم كمان بتلعب هذا الدور فبالتالي اليوم ليش مستهدف في فتح بشكل رئيسي أكون كتير واضح ومباشر فتح هو التنظيم الفلسطيني الوحيد اللي ما زال نسبيا يحافظ على القرار المستقل وليس جزء من المحور أو ما يسمى بالمحور فبالتالي يجب إخضاء حركة فتح لهذا المحور اللي اليوم فيه فصائل أساسية فلسطينية جزء من هذا المحور فيه أعوامل تاني كمان أنه الأقوام بحركة حماس بيعتبروا أنه أنت يا منظمة التحرير في شلتة وهلأ دورنا نحن ننسل الفلسطينيين فبالتالي اخترعوا قصة هيئة العمل المشترك أن تقوم هي بهذا الدور واللي اليوم تعتبر أنه هي المرجعية الى آخرين ففيه مجموعة من العوامل اللي خلت أنه فتح تفشل ولكن عندما كانت فتح ميدانيا عم بتحقق إنجاز ميداني طبعا تدخل الوسطات ويصير فيه وقف اطلاق النار لإنقاذ أو منع التقدم الفتحاوي لإنهاء هذه الظاهرة معركة الطيرية قدرت فتح تحسمها هناك كلفة عالية صحيح ولكن قدرت فتح تحسم المعركة نفس الشيء اللي عم بيصير إيش أنه كل ما يصير فيه الميزان لمصلحة حركة الفتح تكتر الوسطات قلنا نفكر مثلا ليش مبارح صارت المعركة مبارح صارت المعركة لأنه كان مفروض اليوم الصبح القوة الأمنية المشتركة تسلم من دارس الأمر ويطلعوا مننا المسلحين تمام؟ في سببين خل الإنفجار يصير الأول أنه المجموعات الإرهابية ما بدها تنسحب من المدارس لأنه موقع المدارس موقع استراتيجي والتاني في بعض الأطراف الفلسطينية اللي وقعت على الاتفاق وقف اطلاق النار وتسليم المطلوبين خلال خمسة أيام بدها تطلع من هذه الأصف وتأخذ وقت زيادة وتميع الموضوع طيب كي نوازع الوقت بالحديث عن الوقت اسمح لي أن أتحول إلى السيد نضال السبع وأواصل في نفس النقطة التي لها علاقة بالاتفاق الذي تم التواصل إليه وعلى العموم هذه الاشتباكات بدأت قبل الشهر وذلك بعد اغتيال قائد قوات الأمن الفلسطيني وتم التوافق وقتها على مجموعة من النقاط البعض قال أن عودت الاشتباكات لأن هذا الاتفاق كان من ضمنه يوجد عدم وضوح عدم اتفاق واضح وبالتالي عادت الأمور وانفجرت مرة أخرى كان الاتفاق على تسليم الذين تورطوا في عملية الاغتيال هل توافق على ذلك سيد نضال؟ يعني لا أكيد لا أتوافق مع هذا الأمر لأن عمليا هذه التنظيمات الإرهابية لا عهد لها ولا يمكن أن تلتزم بشيء عمليا حين نتحدث عن أن هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية مطلوب منها أن تسلم قتلة العميد أبو أشرف العرموشي يعني بدنا بلال بدر أن يسلم نفسه وطبعا هو المسيطر على تلك المنطقة ولن يقوم بهذا الأمر فإذا على ماذا تم التوافق؟ أمر هام جدا أنه في بعض الأطراف الفلسطينية في بعض الأطراف الفلسطينية يبدو أن خلال الاجتماعات عمليا هي تلتزم بإنشاء القوة الأمنية المشتركة من أجل القيام بالعمليات الأمنية داخل في مناطق الحالة التكفيرية ولكن عمليا لم تلتحق هذه القوة ونحن هنا نتحدث عن حركة حماس يبدو أن حركة حماس وعصبة الأنصار لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه لجهة الالتحاق أو الانضمام إلى المجموعة القوة الفلسطينية المشتركة من أجل القيام بالعملية العسكرية وبالتالي ربما تشعر حركة حماس أن عمليا صحيح أنه ربما تختلف حركة حماس فكريا ولا تذهب إلى التشدد إلى درجة تنظيم جند الشام أو الشباب المسلم ولكن ربما ترى في وجود هكذا حركات أمام حركة فتح وبالتالي ليس من صالح حركة حماس أن يتم القضاء على هذه التنظيمات وبالتالي هي تعتبر أنه ربما أن هزيمة هذه التنظيمات سوف يضعها بالمباشر مع حركة فتح وبالتالي ربما تفضل حركة حماس استمرار الوضع القائم حاليا يعني من وجهة نظرك بأن حركة حماس هي تريد أو هي التي تقف وراء استمرار هذه الاشتباكات وهذا الوضع الأمني لا لا حركة حماس عمليا يعني يبدو أولا أن هذه الحركات يعني هناك أولا هذه الحركات الإسلامية المتشددة أنا قلت صحيح أن حركة حماس لا تذهب إلى التشدد لدرجة الشباب المسلم أو جند الشام أو فتح الإسلام ولكن ربما أن حركة حماس في هذه الأوقات وهي تخوض صراعا سياسيا وصراعا ربما أمنيا مع السلطة الفلسطينية ربما أنه في ظل التنافس الفلسطيني الفلسطيني على كل المواقع الفلسطينية ربما تحاول أن تبقي على هذه الحالة الموجودة داخل المخيم لأنها ربما تعتبر أن انتهاء هذه الحالة سوف يضعها بمواجهة مباشرة مع حركة فتح وهذا ربما ما يفسر عدم انتظام حركة حماس والتحاق إلى جانب عصبة الأنصار في القوى الفلسطينية المشتركة والتي تم الاتفاق عليها للقيام بالبدء بالعمليات بوجه هذه الحالة التكفيرية داخل المخيمات نعم سيد العاقوري وكأننا فهمنا من كلامك بأن هناك رفض لانتشار السلاح في المخيم ويجب أن تكون الدولة اللبنانية هي المسيطرة على الوضع الأمني في المخيم هل هو الوضع كذلك وهل بالفعل قادرة وهل الرغبة موجودة بالفعل من الجانب اللبناني من أجل أن يضبط هو الأمور الأمنية في المخيم هذا الأمر بدهي في أي دولة أن لا يكون هناك السلاح خارج السلاح الشرعية وهناك اتفاق الطائف وهناك القرارات الدولية وهناك طاولة الحوار ولكن بالطبع اليوم المسألة غير مطروحة في ظل ما يعيشه لبنان وفي ظل الانقصام نحن يجب أن لا ننسى أنه ثم تلاعب أساسي في السلطة وفي الفريق الحاكم منذ الطائف إلى اليوم هو فريق محور الممانعة ومن مصلحته بقاء وجود مجموعات داخل المخيمات والحديث عن وحدة الساحات واستخدام المجموعات الإسلامية كأوراق يستطيع الاستعانة بها حين يشاء ليس فقط في إطار صراعه مع إسرائيل بل بعض الأحيان في إطار الصراعات الداخلية اللبنانية اليوم الأمر بطبيعة الحال غير مطروح ولكن في حال تم القرار بإعادة الحياة للدولة اللبنانية يجب أن يتم معالجة جذرية لواقع السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات كما أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية لأن منطق سلاح غير شرعي وفائد القوة ساهم بشكل كبير بإيصالنا إلى ما نحن عليه اليوم من انهيار ومن تفلط نعم بعجال ما صعوبة بالفعل إيجاد هذه المعالجة الجذرية سيد العقول عفوا تتحدث عن إيجاد معالجة جذرية لوضع السلاح في المخيم ما حجم صعوبة تحقيق هذا المبتغى هذا يرتبط بقرار سياسي بإعادة الدولة اللبنانية على صعيد الشق اللبناني لأننا اليوم في حالة تحلل وتفكك وتعاكل للدولة اللبنانية ومؤسساتها إن توصلنا اليوم وخرجنا من الفراغ القائم وتوصلنا إلى إعادة إحياء الدولة اللبنانية أحد الشروط الأساسية والبنود الأساسية لإصطنهاد الدولة هو معالجة مسألة السلاح لأنه لا يمكن أن نعمل على بناء دولة سيدة مستقلة مزدهرة في ظل بؤر عمنية وفي ظل سندوق الرسائل المفخخية ويمكن استعمالها بين الحين والآخر تؤدي إلى ضرب الاستقرار ما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياحي والأمني في لبنان نعم سيد إدوارد كاتورا هناك هذه الخلافات الفلسطينية الفلسطينية ولطالما أدت إلى مزيد من الأزمات مع الدعوات لكي يتم التفاهم في وجهة النظر بين الفصائل الفلسطينية ولكن الخلافات قائمة بالتالي ما هو المخرج برأيك مع توزيع الاتهامات بين الأطراف الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المخرج هو الاتفاق اللي وقعوا عليه هيئة العمل الفلسطيني المشترك بكل مكوناتها الوطنية والإسلامية ويلي في ملحق بين البيانة اللي طلعوا الاجتماع السفارة في ملحق من أربع نقاط وقعوا عليها برعاية الدولة اللبنانية إن كان من المخابرات الجيش أو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الأربع نقاط بتقول تشكيل قوة أمنية من كل الأطراف الفلسطينية مهلة خمسة أيام لتم تسليم المطلوبين وهون يتكفل بموضوع التفاوض للتسليم القوة الإسلامية اللي بالهيئة إن كان الحركة المجاهدة أو عصبة الأنصار أو حركة حماس فكان مفروض أن يقوموا بعملية التسليم خلال خمسة أيام هذا الاتفاق إذا طبك هو نظريا موجود عمليا بعده ما تنفذ إذا طبك هذا الاتفاق فبكون هو النموذج للمستعبل الوضع الأمني بالمخيمات نعم اسمح لي لم يبقى كثير من الوقت أريد أن أختب بس أرضى على المستاذ العبوري بعشرين ثانية لو سمحت الدولة اللبنانية عليها أن تناقش موضوع السلاح وهذا الموضوع بلش وتم تسليم السلاح من خارج المخيمات ولكن على الدولة اللبنانية من الناحية القانونية أن تهتم باللاجئين بالمعنى الإنساني كمان مش بس السلاح السلاح هو ملف من ملفات اللاجئين نعم سيد نضال السابع وأختم معك أيضا هل رؤيتك تتوافق مع ضيفنا سيد إدوار في أنه في حال تم التطبيق ما تم الاتفاق عليه في السفارة فربما يكون هناك مخرج لهذه التوترات يعني هلأ في معلومات يعني وردت بالأمس ويبدو أن هذه المعلومات وصلت للدولة اللبنانية أن هناك خمسة قتلة من المجموعات التكفيرية الموجودة داخل المخيم يعني في حال ثبتة أن هؤلاء الخمسة هم المتهمين بقضية اختيال أبو أشرف العرموشي ربما يكون هذا مخرجا وبالتالي ربما تجد حركات فتح أن هذه حجة لعدم استمرار المعارك وبالتالي تكون هذه القضية مخرج لكل الأطراف هناك حديث أنها سقطت قظيفة بالأمس على إحدى المراكز التي تشغلها القوى المتشددة وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص بالإضافة إلى جرح سلاسة أشخاص ومن يطلع على الأسماء يدرك أن أغلب هؤلاء هم من المطلوبين للدولة اللبنانية فربما يكون هذا الأمر مخرجا بالنسبة لحديث الأستاذ عقوري بس ياريت تعطيني بس تعقيب صغير نعم بالسرعة الدولة اللبنانية ألغت اتفاق الطائف في عهد الرئيس أمين جميل من جانب واحد وهي لم تنصم حتى هذه اللحظة العلاقة مع المجتمع الفلسطيني عمليا الفقر يولد التطرف ويولد التشدد شكرا جزيلا لضيوفنا مطلوب من الدولة اللبنانية الإقرار بالحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وتحسين الوضع داخل المخيمات لا خلاف على الحقوق الفلسطينية لا خلاف على الحقوق الإنسانية ولكن يجب تسليم أي سلاح غير شرعي شكرا جزيلا لضيوفنا الكاتب والباحث السياسي نضال السبع القيادية في تيار الإصلاحي في حركة فتح لبنان إدوارد كاتورا الكاتب والباحث السياسي جورج العقوري شكرا جزيلا لكم جميعا